السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل النهاردة بإذن الله في المقطع ده كلامنا عن الانتيستامينك دراج وحنذكر اشهر البراند نيم او اشهر الاسماء التجارية الموجودة في السور المستخدمة لعلاج الحساسية طبعا احنا عرفنا قبل كده ان الانتيستامينك دراج بده نقسم الى ثلاث مجموعات فيرش جينيريشن وسكند وثيرد جينيريشن الفيرش جينيريشن كان عليها مع الثلاث معلومات رئيسية ومهمة لازم نكون عارفنا ان الفيرش جينيريشن بتسمى بي استداتينج ايجن ليه لانها بتعدي فبتسبب انه عاس دي اول معلومة لازم نعرفها عن تاني معلومة انها لها بتقعد في الجسم فترة قليلة او مفعولها بيستمر في الجسم فترة قليلة عشان كده كان لازم تتاخد تلات مرات في اليوم تالت معلومة ان الفيرش جينيريشن دي نون سيليكتف نون سيليكتف يعني بتأثر على الام وان ريسيبتور فبالتالي كنا استخدمناها لعلاج الموشن سيكنس والمورنين سيكنس وقلنا حنشرح الموضوع ده بعد كده وكمان بتأثر على الفيف اتش تي ثري ريسيبتور اللي موجود في البرين فبالتالي كانت بتسبب ابطاية استيميلانت او بتعلي او بتزود الشهية فبالتالي كانت بتستخدم فيه علاج النحافة رابع معلومة عن الفيرش جينيريشن انها تمنع او لا يفضل استخدامها مع مريض الجولوكوما ومريض البينايم بروستات هايبر تروفي والاشخاص اللي بيشتغلوا فيه وظائف بتحتاج تركيز زي السواقة او اللي بيتعاملوا مع الات حادة زي الات الخياطة الحدادة وغيره تمام تعالى بقى نصجر اشهر البريند نيم او الاسماء التجارية اللي موجودة في الفيرش جينيريشن اول مادة معانا وهي الكلورفينيرامين والكلورفينيرامين دي موجودة في الانالوج والالرجل الانالوج والالرجل طبعا الصور بتاعت الادوية دي هنجيبها مرة واحدة عشان ما نضيعش في الفيديو المهمة كان الكلورفينيرامين عنده معلومة مهمة ان هو بيسبب انه عشان كده بعض الناس بتستخدم الانالوج والالرجل عشان السيديشن او عشان تنيمها تاني مادة معانا وهي الديمثينيدين ودي موجودة في الفينستيل والفينستيل كان اقمن حاجة للاطفال من سن يوم ينفع تستخدم مع الاطفال من سن يوم ولكنها نقصة في الفترة اللي فاتت دي وحاليا كمان نقصة المهم ان الفينستيل هنذكر الدوز بتاعتها كمان شوية كانت بستخدم طبعا للحساسية والرجل تمام في النعاس لانها بتسبب النعاس بردو لما الطفل يكون مزهى والدته ولا كده كانت بتديله كم نقطة كده عشان يناق طيب تالت مادة معانا وهي الديمين هايدرونيت وده موجود في الدرامينيكس والدرامينيكس اشهر ده ومستخدم لعلاج الموشن سيكنس او دوار البحر ده حتى الادوية التانية مش معروفة يعني اي حد عنده دوار بحر او عنده مشكلة في العربيات وبيركب العربية الاشهر الدرامينيكس تمام بعد كده الميكليزين وده موجود في النافيدوكسين والنافبروكسين والسيكليزين وده موجود في الامتريكس والدوكسيلامين وده موجود في الفومي بريك والميكليزين والسيكليزين والدوكسيلامين كان عليهم معلومة مهمة ان هما بيأثروا على الأم وان ريسيبتورز في الفيستيبرال اباريتس او في الأزن الو الداخلية او الأزن الوسطى فبالتالي كانوا بيستخدموا لعلاج المورنينج سيكنس مع الحوامل ودوه الاقمن حاجة والدوكسيلامين والفايتامين بي سيكس ده اقمن حاجة او الفيرست لاين لعلاج المورنينج سيكنس او القيء في اول تلات شهور من الحم وطبعا السيكلزين والميكلزين كذلك في معلومة اخرى ان هما يصلحها ايضا للاستخدام مع الموشن سيكنس او دوار البحر تمام يبقى احنا لغاية ده رقم تذكرنا كم اسم تجاري الالرجل والانالرج والفنستيل والدرامينكس والنافيدوكسين والنافبروكسين امتريكس والفومي بريك بعد كده السيناريزين والسيناريزين موجود في السيناريزين والستوجيرون في سيناريزين مع الضيفين هايدرامين وده موجود في الاموس ريبرال بلاس وطبعا السيناريزين ده بيستخدم في الفيرتيجو يعني ليه نفس الخواص بتاعة الميكلزين وسيكلزين والدوكسرامين بيأثر على الاموران ريسيبتورز وكمان كان فيه خاصية اضافية انه هو بيعالج الفيرتيجو وعنا نتكلم عن الموضوع ده بعدين بازن الله بعد كده في الكليمستين وده موجود في التفجل الفنيرامين موجود في الافيل والافيل اشهر حقنة في علاج الانافيلاكسس شوك ولكن هي مش الرئيسية مش الحقنة الرئيسية يعني مش حقنة الافيل عالديكسة هي اللي ايه هتقوم المريض لأ ده ده يعني اهو بنحاول بنساعد ولكن اللي بيستخدم فعلا وهو الحقنة الابينيفرين ولكن بدوز معينة ان شاء الله نتكلم عنها بعدين بعد كده السيبروهبتادين والسيبروهبتادين موجود في التراكتين وكان عليهم علومة مهمة انه بيأثر على في الابطايت سنتر فبالتالي كانت بدوستخدم كابطايت استيمولنت او بيزود الشهية او يفتح الشهية بعد كده الهايدروكسازين موجود في الاتاركس تمام وكان عليها كم معلومة مهمة انها بتسبب سيديشن واكتر نوع بيسبب سيديشن وهو الهايدروكسازين بعده الدوكسيلامين بعده الكلورفينيرامين والضايميثينيديين تمام ثالث معلومة ان الميكلزين وسيكلزين والدوكسيلامين بيستخدموا في المورنينك سيكنس او القيء مع الحوامل وكمان الضايمين هايدرونات والميكلزين وسيكلزين والدوكسيلامين بيستخدموا مع الموشن سيكنس او ضوار البحر والسيبروهيبتاديم او الترايك تيم بيستخدم مع الفتح الشهية او مع النحافة تمام ندخل بقى على ساكند جنيريشن والساكند جنيريشن هي تسمى بانان سيديتينج ايجنت لانها لا تسبب انه عاس لانها مش كلها بتعدل بلاد برينباري يعني بتسبب انه عاس ولكن سلايت ليس اقل من الفر جنيريشن بمراحل تمام يبقى ديك اول معلومة عن ساكند جنيريشن ان هي نون كروس ال بلاد برينباري فبالتالي سلايت ليس ديشن متسبب سيديشن بصورة ابسطة تالي معلومة ان هي بتروح على وتقفله وما لحاجة لها بقاير سبتور تاني تمام تمام تالت معلومة ان هي بتقعد في الجسم من 12 ل 24 ساعة فبالتالي بتستخدم يا اما مرة في اليوم وده الشائع مساء ولكن في بعض الاحيان الدكاترة بتكتبها مرتين في اليوم طيب الزي مين موجود في والهستازين والالوريد بعد كده وده موجود في والموسيدين بعد كده وده موجود في والاستين والايفستين والايفستيل مزته ان هو اقل في التسبيب تمام هنتكلم عن بتاع الساكون جوريشن كمان شوية بعد كده الكتوتيفين وده كان مزته ان هو بيستخدم. احنا شرحنا الموضوع ده ان هي بتحوط اللي هي مسؤولة عن اخراج اللي هيستامين. فبالتالي بتمنع حدوث الحساسية من الاساس. زي مين والزادتين والده طبعا ايدروب. تمام? بعد كده البيبوتستين وده موجود في الازيلستين وده موجود في الزلستين نازل سبري الزلستين نازل سبري بتستخدم في الازيلستين. الازيلستين كان مزته ان هو انت يستامينك وكمان بيشتغل في بعض الحالات. بعد كده زائد يعني اللي احنا عنا نذكرها دلوقت موجود في الاتنين. الازيلستين زائد الفلوتيكازون. ده زي مين الازيلست بلاس والتيكانيز بلاس. يبقى الفيرش جنراتيشن اشهر الاسماء. الارجل الانالارج. فنستيل درامينيكس. نافيدوكسين نافيبروكسين. ايميتركس فوميبريكس. سيناريزين ستوجيرون. امستربر بلاس. تافيجل. افيل تريكتين. اتراكس. الساكن جنراتيشن. زيرتكستازين. الاريد. كلاريتين موسيدين. استين. افاستين. ايباستيل. وده كلمست ان هو اقلهم في التسبب بان سيديشن. كيتوتيفين. وده موجود فيه. والكيتوتي والزادتين. وده طبعا الزادتين. اشهر واحد في المجموعة دي. والجراندوتيفين والاوركازايت. فبالتالي بما انها ايدروب فبتستخدم في الكونجينكتايف او في بعد كده دي ما وشفتهاش بصراحة. بس الزلس الزلستين والازيلست بلاس. نازل سبري والتيكانيز بلاس نازل سبري. خلنا بالك من بلاس. تمام? لان في ده موجود في بس. ولكن ده موجود في مع طيب مين الاكتر واحد بيسبب في المجموعة دي? ده اكتر واحد بيسبب يعني هو بيجي بعد بعد بعده المجموعة دي كلها بعدهم او اخر او اقل واحد بيسبب وكمان نوع هيجي كمان شوية هنقول عليه وهو هنقوله دلوقتي. طيب نكمل عندنا ده موجود في يعني موجود في مادة اخرى غير الاولوباتدين او التركيز زيادة والاولوهستين والاولوباتانول. في طبعا ادوية اخرى ولكن دول اشهر ايدرو فيهم الاولوباتدين. بعد كده البايلستين والبايلستين او البايلستين ده كان عليه معلومة مهمة ان هو نطق باس البلاد بريم باريور وشرحناها قلنا لان في بامب موجود على البلاد بريم باريور. لما البايلستين او حبة من البايلستين بتعدي البامب دي بتعرفه فبتمسكه من قفا وترجعه وترميت اني في البلاد مرات اخرى. فبالتالي البايلستين ده اكتر واحد ما بيسببش سيديشن. يبقى ده الاقل الاقل خالص. تاني معلومة ان هو فبالتالي هو ما بيعتمدش على الليفر اساسا. فبالتالي لما كان المرضى عندهم هباتيك فاليور الليفر بتاعهم فيه سيروسس بصورة كبيرة او متدور حالته بصورة كبيرة كنا ممكن بنستخدم من السكة من الليفوستروزين ولكن لما الليفر بيكون متبهدل اوي طبعا الليفوستروزين برضو بيحتاج بيحتاج او بيحتاجهم الليفر بصورة ما او بجزء بسيط ولكن البايلستين ده اللي ما بيحتاجهوش خالص. فبالتالي هو ده اللي يصلح للاستخدام مع السيروسس الشديد اللي بنستخدم معها البايلستين ده موجود في ايه موجود في الكنترا هستادين الكنترا هستادين طيب يبقى هو فبالتالي 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 هي سيفير معليش سيروسس تمام اه يبقى احنا قلنا ده اكتر واحد بيسبسيديشن بعده السيتروزين والليفوستروزين اللي عنقوله كمان شوية بعده بعدهم الاباستين اخيرا ده اقل واحد في السيديشن وكمان قلنا معلومة السيروسس ان البيلاستين ده احسن واحد يصدم مع السيروسس طيب ننقل على السيروسس ده ايه ده فيه ثلاث معلومات زي الساكند جنريشن انه هو فبالتالي ما بيسببش سيديشن او سلايتلي سيديشن تاني معلومة انه هو طيب التالي بيقعد في الجسم من اتناشر الاربعة وعشرين ساعة وفي الغالب اربعة وعشرين فبالتالي بيصدم مرة واحدة في اليوم وممكن مرتين تالت معلومة انه هو او طيب زي مين وده عبارة عن اكتف انانشمر اكتف انانشمر طبعا احنا تعتقد بعد كده في الارجانيك وغيره بقى ان في حاجة اسمها انانشمر او ايزوستيريومر الانانشمر ده اي هيكل او اي مركب كيميائي بيبقى ليه صورتين او اكتر بيبقى فيه مضاعفات اتشوفها بعد كده المهم ان الصور ديت بتسمى بيه انانشمر في واحد فيهم اسمه الديكسترو والتاني اسمه ليفو الديكسترو وليفو احنا الى سترزين ده كان ديكسترو فكان بيتحول لل اكتف فورم اللي هالليفوسترزين ده الاختف انانشمر تمام اه فدي يعني صورة من انانشمر مش مهم يعني اهלקين انانشمر يعنى usortك في المراايا يعني انا واحد وفي واحد تانى في المراايا هو ده الانانشمر بتاعي او الماثيل او اللي بيقابلني في الجهة الاخرى حتشوفوه بعدين في المواد الكتير اللي هتاخدوها باذن الله الليفوسترزين ده اكتف انانشور من السيترزين المهم ده موجود في ايه في الليفست والليفوستام والالير والاليفو والزالتك تمام بعد كده الدسلوراتيدين وده عبارة عن اكتف ميتابولايت يعني اللوراتيدين بيروح للليفر ويتكسر ويتحول للدسلوراتيدين عشان كده لما كان المريض عنده صيرس بصورة ما كنا بنستخدم عاد الدسلوراتيدين مشinflammاتم이나 النهائيه ليه لان الدسلوراتيدين ما بيحتاجر بصورة كبيرة ولكن لما سفير صيروس لا الدسلوراتيدين ما تنفعش لانه برضه بيحتاج الليفر بصورة ما وفي التالي كنا بنستخدم البايلاستين احسن تمام موجود في اي موجود في الاريس والديوسة والديلاريكس طبعا هو ما تعرفوش احنا هو هو الديسة. بعد كده اخيرا ده في منه تركيزين مية وعشرين ومية وتمانين يعني اي علبة تلاقي فيها مية وعشرين مية وتمانين لازقين في بعض اعرف ان ده او ده انت تمام? المهم ان اه في معلومة كنت عنساها ان ايه الفرق ما بين المية وعشرين والمية وتمانين يعني امتى استخدم المية وعشرين وامتى استخدم المية وتمانين? طبعا لو انا عندي حساسية او حساسية في الجهاز التنفسي ممكن استخدم المية وعشرين وممكن المية وتمانين اللي اتنين زي بعضة عادي مفيش مشكلة ولكن لو عندي ارتكارية او عندي حساسية والتهابات في الجلد لا اسطب للمية وعشرين اسكت انت دلوقتي انت ملكش تأثير المية وتمانين هو الافضل يبقى المية وتمانين ده اشهر حاجة بتستخدم في الارتكارية او لا يعني اشهر انت بيستخدم في الحساسية او الالتابات الشديدة اللي موجودة في الجلد. ده اشهر فرق ما بين الاتنين. تمام? المهم ان الفكسو في ندين ده اكتف ميتابولايت للتر في ندين. المهم الفكسو في ندين ده موجود في ايه? موجود في الفاست والفاستل والفيكسون والاليرتام والاليرفين. تعال نقول اللي اتنين دول. زي والاليرتام والاليرتام والاليرفين. طبعا بعد كده هتلاقي ايه? جداول كده? الجداول دي برجع لك فيها على الكلام اللي انا قلته قبل كده. ابقبص على الجدول كده هتلاقيه برضو ايه? متقسم بصورة ما. هنا والميكانيزم اف اكشن وهنا بتاعته وهنا اهية الاضافات وهنا وهكذا يعني. ودي اشهر سايد افكت والدوز بتاعته. وهكذا بنفس النظام واشهر البراند ماهيت برضو. والاضافات يعني هنا في برضو في اضافات كما اصدى سل وقلنا الكلام ده كله. وهنا بقى واشهر اللي دي وفي منها دي وهكذا برضو. وهكذا برضو. وده بتاعتها وبعد كده بقى تغير دي ساكند خليها سيرد زي وهكذا. وطبعا هنا كانت المعلومة بتاعت انها كارديو تكسيستي الترفيندين لانه بيعلي اه الكيوتي انتيرفل فبيسبب اريزميا وفيتل اريزميا اه وفي ست حالات او خمس حالات ماتت من الترفيندين ولكن هو مسحوب من السوفة ما بيستخدمش. والدراسات ما اسبتتش ان الفكسوفيندين بيسبب الموضوع ده. يعني اه تمام? اه وهكذا يعني اه تمام? تمام. ندخل بقى على الدوزيس بتاعت الاطفال. موسيقى 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 موسيقى